أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا للعلم من يتبع الرسول إلا للعلم من يتبع الرسول ممن ينظلم على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي نهر الله وما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوح رحيم قد نرى تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا المشجد الحرام وحيثما كنتم فولوا بجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أما الله بغافل عن ما يعملون وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إنما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث غرجت فولي وجهك شطرا المشجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمة عليكم ولعلكم تحتدون كما أرسلنا فيكم رسول منكم يطلع عليكم آياتنا أزكيكم وعلمكم الكتاب والحكمة وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فالأحياء ولكن لا تشهرون ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مسيمة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكل عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك اعتوبوا عليهم فأولئك اعتوبوا عليهم ولا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فأولئك عليهم رعنة الله والملاكة والناس أجبعين فأولنين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من باء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث بها من كل دابة وتسريف الرياح والصحام المسخر بين السماء والأرض للآية اللي قوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندانا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وانتقدتها تبير الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قولوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدن مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وانتقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عم ينبهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كونوا من تيفات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن استرى غير باغ وعلى عاد فلا يسمع عليه إن الله غفر رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من ذلك الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكلون في بطونه إلا النار ولا يكلموا الله يوم القيامة ولا يكلموا الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين استروا ظلالة بالهنى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أنت والنوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ومن اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حمه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقام وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعد بععد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن رفع له من أقيه شيئا فاتبعوا بالمعروف وداهون إليه بالإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حيوات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حذر أحدكم الموت إن ترق خير الوسية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعوا فإنما ها إثم على الذين يبدلونه إن الله سمع عليم فمن خاف من موسي جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لأنكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فجة تعم مسكين فمن تتوى خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن جهد منكم الشهر فليسوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الأسرة ولا يريد بكم الأسرة ولتقبلوا نيدة وتكبروا الله على ما هداكم وعلى لكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا فيه لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم وأن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبعين الله لكم والخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفرش ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هند وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم دعنمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم ولا الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المشجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ما يكون الدين لله فإن انتهوا فلا أدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشعر الحرام والحرمات القصص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا من الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا في أيديكم فإذا أمنتم فمن تمتع بالممهتين الحج فما استيسر من أهلات فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلا وحاذر المشجل الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد لقاب الحج أشهر معنومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جداز في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتسود من خير الزال التقوى والتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح لن تبتغوا فلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفل الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباكم واشدوا الذكرى ومن الناس من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا وما له من آخرة من الخلاق ومنهم من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن على بلاب ولكن لهم نسب مما كسبوا والله سريوا الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تجل في يومين فلا إثم عليه ومن دخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبها قوله في الحياة الدنيا واشهر الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا يتولى السعى في الأرض ليفسد فيها ويحلق الحرص والنسر والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتخذ الله أخذت العسة بالإثم فعصبه جهنم ولا بإس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتقام رات الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من معرما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من غمار والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله صدر الحساب يزين للناس يزين للذين كفر الحياة الدنيا ويسقرون من الذين آمانوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يزق من يشاء بغير الحساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي نبو واشدين ومندنين وانزل معم الكتاب بالحق وانزل معم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءته البينات بغيا بينهم فعلى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهد من يشاء إلى سراط مستقيم أم حسبت من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين قلوا من قبلكم مستهم البأساء والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل فما تعالوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى انذكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحب شيئا وهو شعر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والغتال به كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمشجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يعجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نقعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تغالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا ولامة مؤمنة خير من مشركتهم ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والناخرة بإثنه ويبين آياته للناس لأنهم يتذكرون يسألونك عن المحيث قل هو آذن فاعتزلوا النساء من المحيث في المحيث ولا تقربوهن حتى يدخن وإذا تطهرنا فأطوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعل الله ذا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله السميع العليم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة عشر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمتلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قرؤون ولا يحن لهن يكتمنا ما خلق الله في يرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل لعليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم التلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحن لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى أن يقافا ألا يقيم حدود الله فإن خفض ما لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتحد عدود الله فأولئك هم الظالمون فإن تلقها فلا تحن له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن تلقها فلا جناح عليه ما يتراجع إن ظن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا تلقتم النساء فبلغنا أتلهن فامزكوهن بمعروف أو سارحوهن بمعروف ولا تمزكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله أزوا واذكروني أمط الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وحكمتاتكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا تلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعذلوهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أسكن لكم وأدهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردون أولادون حولين قاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الورث مثل ذلك إن أراد فصالا عن تراض منهما أو تشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترعذوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا أسلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا عن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا بأنفسه النار مات أشهر وعشرا وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في القسين بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خدبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن صرا إذا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلموا ما في أنفسكم فأحذروا وعلموا أن الله وفر حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوهن وتفردوا لهن فريضا فمتعوهن على الموسي قدره ولا المغطر قدره متعم بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرستم لهن فريضا وقد فرستم لهن فريضا فنفس ما فرستم إلى أن يعفونا ويعفو الذي بعد يقتنك وإن تعفوا واخربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير عفظوا على الصلوات وعلى الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن أخفتم فرجالا أو ربانا وإن أفيدا من دم واسكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منهم وذرون أزواجا وسية لأزواجهم متعنا الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه يرسلنا من محروف الله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته للكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولاف حضر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله ظل الفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من لنا ليقرضوا الله قولا حسنا فإضعف له وضعفا كثيرا والله يقبض ويفسد وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبنيهم لهم أبث لنا مليكا نقاتل في سبيل الله قالوا هل عسيتم كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أننا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليكم عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه لم يأت السعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاداه بصدا في العلم والجس والله يؤتي ملكه من يشاه والله واش عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت في سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لا يتلنكم إن كنتم مؤمنين ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلك من هار فمن ترب منه فليس مني ومن لم يرمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ولما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا والذين آمنوا معه قالوا ما طاقتنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أغفر علينا صبرا وسبت أقدامنا وانسونا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله ما قتل داود جانوت وآتا الله الملك والحكم وتولمه مما يشاء ولولا دفوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ضد على العالمين تلك آيات الله نتنو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر